قد يبدو ما تنتجه هذه الشابة بسيطا لعين الرأي من بعيد لكن عملها ينطوي على فهم عميق لما تحتاجه السوق من جهة ولما تحتاجه الطبيعة والمناخ من جهة أخرى إذ تشتغل خديجة في مجال صنع الحقائب والأكياس القابلة لإعادة التدوير ولها متسوقوها الذين يتبنون ذات أفكارها المدافعة عن الطبيعة ومكافحة التلوث إيكوباك تونيزيا هو مشروع بالأسيس إيكولوجي تأسس 2017 المشروع الأكيس متعنا هي صديقة للبيئة متعددة الاستعمالات الهدف منها هي الحفاظ على صحة الإنسان وعلى المناخ متعنا وعلى البيئة متعنا الأكيس دوم الحاجة بها فيه أنهم قابلين للرسكلا وتسعى الدولة التونسية من خلال الحكومة والمنظمات الوطنية والمدنية إلى دمج المرأة في جهود مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة الاتحاد الوطني المرأة تونسية بتنظيم هذا الملتقى الاقتصادي المالي من أجل التشبيك من أجل التعاون من أجل بعف وخلق مشاريع تهم النساء وفتح الأفاق لمختلف نساء العربيات والأوروبيات هو أيضا يشتغل على مجال هم جدا وهو مجال البيئة والاقتصاد الأخضر وتعيش تونس تدعيات خطيرة بسبب التغير المناخي وتأثيراته عبر ظواهر عديدة منها الانحباس الحراري والزيادة في معدلات التلوث في الهواء وغيرها الأمر الذي يهدد ثروات البلاد خاصة الزراعية والبحرية تتبنى تونس مقاربة شاملة في علاج عدد من قضايا الإنسان في زماننا الراهن منها قضايا البيئة والتغيرات المناخية مقاربة تضع المرأة ودورها المجتمعي والاقتصادي في قلب التخفيف من تأثيراتها على المجتمع سيف الدين العامري سكاي نيوز عربية تونس